بين عشرات الخيام المهترئة وجدت خيمة إبراهيم ابن ريف حلبة جنوبي وزوجته إيلينا رومانية الأصل والجنسية تزوجا منذ تسعة أعوام في الخارج واصطحبها معه إلى سوريا حيث تعلمت اللغة العربية وتحدثت بلهجة سوريا وعاش سويا بكامل التفاصيل الحياتية التي تغيرت مع اندلاع الثورة بما فيها رحلة النزوح الطويلة ووصولهما مع أبنائهم الخمسة إلى مخيم باتب وغرب حلب حيث نقف الآن أنا كنت بغبرص وتعرفت على عائلتي بغبرص وهي رومانية وتجوزنا وبعد شهرين إيجينا على سوريا بعد فترة صرت الأحداث وغصف وطيران ونجوح يعني مشكلة ورغم أجنبية يعني حتى هون يعني لول غيرة أجنبية ما ظلت هون تجلى على يدها وتغسل على يديها علاقة الحب التي جمعت إيلينا بإبراهيم دفعتها حسب قولها للتكيف مع الكثير من الظروف التي تعودت عليها رغم أنها لم تتوقع أن تعيشها يوما حيث تضطر كل صباح لقطع مسافات طويلة لجلب الماء إضافة للطهي على النار والغسل بيديها حالها كحال نظيراتها السوريات النازحات ضمن هذا المخيم والتي تميزت عنهن فقط بأوراق الجنسية هذه ولغتها التي لا تجد من تتحدث بها معه سوى بعض أقاربها في رومانيا اسمي بينالينا نيكوليتا عمري 27 سنة وانا من رومانيا ترفتا جوزيب كوبروس من طريق ومي بعد شارين جناليخونة لسوريا وصار المشاكل طياران ودارب بعدين نزحنا من غيرتنا لغير جريا وأنا أطلب مساعدتكم ومساعدة حكم الإنسان لا يساعدوني لا أقدر أطلع لتركيا من تركيا لرومانيا معاناة إيلينا تعدت حسب قولها الخوف على زوجها وأولادها من قصف الطيران وتعدت كذلك معيشة المخيمات المأساوية فغيابها عن أهلها لتسع سنوات وعدم قدرتها على التواصل معهم بشكل مستمر شكل معاناة جديدة تضاف إلى معاناتها حالها أيضا كحال ألاف السوريين الذين فقدوا أو ابعدوا عن أهلهم حسب تعبيرها ما دفعها لمنشدة العالم عامة وحكومة بلدها خاصة لاتخاذ كل ما يلزم لإنقاذها وإنقاذ الشعب السوري الذي عاشت حياتهم وخبرت عن قرب معاناتهم تناشد إيلينا حكومة بلدها رومانيا التدخل لمساعدتها وانتشالها من جحيم المخيمات العشوائية لكنها في ذات الوقت تناشد العالم التدخل لوقف مأساة الشعب السوري أيضا إبراهيم الخطيب أورينت نيوز ريف حالب